معا من أجل أولمبياد فائق التكنولوجيا هي فرصة وسائل إعلام العالمية لتعزيز روح الابتكار والوفاء بالمسؤوليات ودفع المجتمع البشري للمضي قدبا جنبا إلى جنب هي دعوة لمنتدى الإبداع الإعلام العالمي الأول لمجموعة الصين للإعلام للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وإظهار سحر الألعاب الأولمبية ما حصل في هذه المنتدى ورسالة الرئيس الصيني هي رسالة إنسانية من خلالها وجه رسالة لنا كإعلاميين في كل هذه المعمورة ولنا كبشر نسعى دائما إلى تعددية ثقافية في ذمن يسعى الأمريكي إلى أحادي ثقافية يريد أن يفرضها علينا جميعا نعم نحن خلف بكين وخلف هذا المنتدى الإعلامي الكبير الذي نرى فيه مساحة للحرية ولسماع الصوت الآخر مجموعة الصين للإعلام كانت الصباقة في إطلاق أول قناة رياضية احترافية بدقة 4K على مدار 24 ساعة في العالم لبث دورة الألعاب الأولمبية بشكل أفضل كما أطلقت قناة بدقة 8K فائقة الوضوح التطور العلمي والتكنولوجي الذي اجتازته أو حققته الدولي الصيني لأنه أنا أعتقد أن الكثير من الناس في العالم الرأي العام العالمي عفوا لا يزال حتى هذه اللحظة السياسية والزمانية لا يعرف ولا يفقى حقيقة التجربة الصينية لذلك قد تكون مناسبة أيضا هذه المحطة أو هذا الحدث للأطلال على التجربة الصينية بحل مختلفة مجموعة الصين للإعلام ظلت تعتبر الإبتكار تيارا وموضوعا رئيسيا لأعمالها بصفتها ممارسة وناشرة للإبتكار الإعلامي أنشطة الرياضية تساهم في معالجة مثل هذه المشاكل النفسية أو العصبية أو غيرها فأذن هنا أيضا قد تكون هذه مناسبة لدعوة الإعلام إلى هذا الحدث الأهمية التي يستحق بالنظر إلى كونه فرصة لي مساعدة الناس أن تكون التكنولوجيا المتطورة الصينية في خدمة الرياضة فهذا أمر يستحق الثناء عليه المهم أيضا هو التأكيد على العمل مع شركاء الإعلام العالميين والتعاون كامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لكي يكتب أولمبياد بكين الشتوي صفحة استثنائية ومثيرة ورائعة في تاريخ الأولمبياد يشكل نجاح أولمبياد بكين للألعاب الشتوية فرصة للعالم للخروج من تدعيات كوفيد-19 وعلى وسائل الإعلام المسؤولية الكبرى في نقل الصورة الجميلة التي تساهم في تعميم الفرح والسعادة على البشرية غانم شرف الدين سجد أن عربية بيروت